اشتركوا في القناة النهاردة ايه؟ النهاردة يوم السبت الساعة سبعة ومن احلى لأحلى خلاص متهيق لي تعودتوا بكون معاكم مرتين في الاسبوع يوم السبت ويوم الحد من الساعة سبعة لثمانية والاعادة بتكون يوم الخميس والجمعة الساعة عشر صباحاً تواصل معايا اكتر سفاتي فيسبوك انستجرام تيك توك امينة شلباية فقراتنا كتير قوي النهاردة ايه رأيكم فاصل سريع ونبدأ على طول واول فقرة معانا البيت تيبس البيت تيبس النهاردة هتكون عن المجاملات اوقات كتيرة في ناس بتعمل مجاملات لذيذة جداً لستات عن شكلها ساري عن لبسها عن شغلها لكن رد فعل الستات ده بيكون غريب جداً بيكونوا مش مستريحين او مش مسدين زي مثلاً واحدة تقول لوحدة الله لون شعرك حلو قوي فتلاقي ردت عليها قالت لها لا 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 ده انا مش عاجبني خالص او مثلاً تدينا مجاملة في شغلها والله البرزنتيشن كانت هيلة ترد عليها تقول لها لا 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 ده كان فيها بوينتز كتيرة نقصة مش عاجبين على فكرة المشكلة مش في الناس المشكلة فيك انتي ايوا فيك انتي ايه مشكلتك بقى ان انتي مش عارفة تقدري نفسك بتقليلي قوي من نفسك مش عارفة تقدري نفسك زي ما الناس مقدراك مش شايفة نفسك زي ما الناس شايفاك بتخافي او ما بتبقيش مستريحة للتوقعات بعد كده سواء على شكلك لازم يبقى احلى سواء على شغلك لازم يبقى اقوى ثقتك بنفسك قليلة أو أوقات كمان ما بتبقيش متعودة على المجاملات بتبقي متعودة على العكس في ناس أو ستات كتيرة لما بقول لها كلام ده تقول لي لا 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 أنا بس ببقى مكسوفة لا فيه فرق بين الكسوف إن أنا أقول شكراً وابقى مكسوفة وفيه فرق بين إن أنت مش مقدرة نفسك ومقللة من نفسك طيب أنا بقول لكم ليه كلام ده يا ستات علشان لما يبقى فينا مشكلة نقف كده وما نتكسفش ونقول آه عندنا مشكلة ليه؟ عشان المشكلة تتحل لأن دي حاجة مش لطيفة إنك حدي ديكي مجاملة وما بتبقيش مرتاحة أو مش مصدقة طيب أنت محتاجة تعملي إيه؟ محتاجة تصدقي نفسك أولا أول حاجة خالص تريد حبي نفسك آه كل يوم مقف في الدم رأي محبي نفسي حبي نفسك حبي نفسك أنت صدقي في نفسك قدري نفسك ثقي في نفسك ما تبقيش مكسوفة وحبي نفسك وأول خطوة وصدقي الناس يا جماعة الناس لما بتدي مجاملة بتبقى أصداها يعني صدقي أنت من جواكي كده حتى لو بتحكوا عليك يصدقي أنت نفسك آه عايزك تتغري شوية كده آه أنا عايزك مغرورة شوية بصوا يا جماعة أول خطوة تعملوها المرة جاي لما حد يديك مجاملة جميلة هتبص في عينها أو في عينه ما تبقيش مكسوفة تبص في عينهم تصدقيهم تبصي وتفرحي وتقولي شكرا بابتسامة عشان أنت تستهلي المجاملة دي فاصل ونرجع لك داني على طوال ورجعنا لكتيني الشعر الشعر التالي في المحروق المتقصف الجاب أكيد أسبابه كتير وفي الأغلبية بنكون إحنا السبب فيه من إهمالنا علشان نبدأ نعالج الشعر ده لازم نشوف نقص منه إيه عشان يوصل لمرحلة دي وده هيكون موضوع نعمة خبيرة التجميل أمنية طار إزايك أمنية عاملة إيه؟ إزايك يا مينا طبعا الناس بيهدلها شعرها طبعا كلنا أمنية إيه المكونات بتاع الشعر الصحي اللي تقولي الشعر ده صحي طبعا فيها ناصر كتير جدا عشان نقدر نحن نقول الشعر ده صحي بس فيه عنصرين مهمين جدا وهم الكولاجين والكيراتين الكيراتين وهي طبقة بروتينية بتكون موجودة في الأصل هي موجودة في جسم الإنسان بروتين بيفرزه الجسم موجود بنسبة 88% هو المسؤول بقى عن إيه؟ عن الضوافر الصحية والشعر اللي هو شكله ناعم وتلاقيه هيلسي كده والكولاجين الكولاجين هو برضو بروتينات موجودة في الجسم موجودة بنسبة 25-35% كل بقى ما بنجبر يامينة وكل طبعا مع العوامل اللي احنا بنعملها كتير في شعرنا من بره زي بقى الشمس والسشوار والحرارة والحاجات دي واستخدام حتى مواد يعني شامبوهات وحاجات مش مناسبة للشعر كل ده بيكسر طبقات الكيراتين والكولاجين اللي بتكون موجودة في الشعر فيبتدي الشعر يحصل له تلف ببتدي الشعر يتكسر ويبتدي يتأصف ويهيش ويبقى أطواله ومش متنازل بتدي يفقد البروتين اللي موجود فيه ينشف أكتر فاللي احنا عاديين نتكلم عليه النهاردة وهو أهم حاجة إننا زي قدر أتعامل مع الشعر التالف والشعر الجاف اللي متأصف لأنه ده من أكتر الحاجات الصعبة ممكن الشعر اللي مش بيطول سهل إن احنا نحن نحط له حاجات تطول الشعر الشعر مثلا يعني مشاكل كتير القشرة الحاجات دي سهل إنها تتحل لكن انتي ممكن تعيد طويلة في الشعر وهو أصلا متأصف وجاف جدا ونشف فالجفاف ده والنشافاني بتدي يعمل تكسير في طبقات في الجذيئات بتاعت الشعر عشان طبقة الكريتين أصلا متكسرة فيبتدي يعمل تساقط أكتر فما نبتقي يبقى احنا نعتبر مش بنحل المشكلة طيب إحنا علشان كده أمني إحنا لازم نعرف إيه اللي ناقص من شعرنا علشان نديله المنتجات الصح لأن زي ما أنت بتقولي لو الكولوجين والكراتين ده من أهم معناصر الشعر والناس بس بتروح تجيب حمامات كريم وخلاص عشان تطلق وفهاش العنصرين دول مش هيجيبه النتيجة لازم أبقى عارفة أنا عايزة أستخدم الحمام الكريم ده ليه إيه المكونات اللي موجودة فيه وأنا باستخدمه ليه ترطيب للشعر كده خفيف وأنا شعري كويس زي حاجة لكن أنا بقى عالك بقى شعر تالف دي حاجة تانية خالص طيب إحنا عايزين اكتساعدين إحنا عارفين طبعا الأسباب زي ما أنت قلت وإحنا 99% كلنا بنعملهم لا يعني إحنا السبب فيها طيب قولنا بقى المجموعة بتاعتك وجواها إيه وهتساعدنا في علاج الشعر طيب هي مجموعة عبارة عن إيه شامبو وبلسم وحمام كريم الكولاجين ومعهم السيروم بقيت الحاجات بس أتكلم الأول على الشامبو والبلسم هم إيه مهمتهم قصير ناس يعني في ناس مستهينة بالشامبو والبلسم بسخدم أي شامبو أي بلسم أنا بحط حمامات زيت وبعمل مش عارف إيه وفيتامين لو البداية مش صح النهاية مش هتبقى صح لا وعيد أقولك إن بجد استخدام الشامبو ده من الحاجات المهمة جدا أنت ممكن أصلا تكون الشامبو فيه عناصر مش مفيدة لشعرك بتكسر أصلا كل الفيتامين التي تحطيها عن طريق الزيت فهنا الفكرة جاد إن احنا بنعمل شامبو في الكولوجين والكيراتين اللي هم طبعا المواد الطبعية مش الكولوجين والكيراتين اللي احنا بنروح نعملهم بره لا اللي هي المواد الطبعية اللي موجودة في جسم الإنسان وبتدأ الجسم أصلا ما يفرزهاش بنسبة عالية فابتدأ يعملي تلف الشعر فبعوضهم عن طريق ايه؟ عن طريقين أنا بحطهم كفيتامين في الشامبو وفي السيرم وفي حمام الكريم طيب خلينا نبدأ احنا بنبدأ كل المجموعة دي فيها كولوجين وفيها كيراتين صح؟ او فيها كولوجين بس فيه أنواع هو الكولوجين فيه أنواع يعني لما تيجي دايما تستخدمي أي حاجة مثلا منتج يأما حيكون فيه كولوجين بحري يأما كولوجين حيواني أو كولوجين نباتي اوكي الكل واحد فيه تقدر يتستخدمي مع طبيعة شعر معين يعني مثلا الكولوجين البحري من أنواع الكولوجين حلوة جدا فيها أحمود أمينية عالية جدا ولكن هو مناسب للشعر يعني خفيف امتصاصه خفيف فالناس اللي عندها مشاكل كتير في الشعر أو شعرها أصلا مساميته عالية مش هيستفيد بالكولوجين البحري هيبقى محتاج الكولوجين الحيواني لأنه هو أتقل وفويده أكتر فدي اللي احنا عملناه هنا في الشامبو إن احنا حطينا الكولوجين البحري والحيواني والنباتي النباتي اللي هوب يستخدم من دودة الأز واسمه بروتين الحرير وهو من أغلى أنواع البروتين دلوقتي اللي بيستخدموها على البشرة وعلى الشعر بفعلا بتجدد خلايا البشرة وخلايا الشعر فبتبتد يتخلي بجد تحسين الشعر اختلف تماما يعني فهو احنا حطينا فيه البروتين البحري وكولوجين الكولوجين البحري والكولوجين النباتي يعني تحطك بكل حاجة بالضبط اللي شعرها كده أو اللي شعرها كده عشان يتناسب مع أنواع الشعر كلها طيب هو لما يتحط بيتحط لازم بنسب معينة وبتقنية معينة اسمها تقنية النانو تقنية النانو دي بتصغر جزيئات البروتينات اللي موجودة عشان يعرف يمتصر عشان الشعر يقدر يستفيد به فدي التقنية اللي احنا عملناها في الشامبو يا جماعة الكلام الأمنية بتقوله كلام مهم جدا عشان فيه ناس بتصرب فلوس كتيرة جدا على منتجات وهي مش لشعرها والمنتجات كويسة وترجعها تقوله ايه المنتج واحش لا المنتج مش واحش اختيارك ليه هو اللي مش صح بالضبط اختياري ليه وطريقتي وصبري أكيد اللي باص في سنين مش هيتعدل على الأقل بنده الشعر مدة 3 شهور بحيث بفرق من أول 3 شهور الست بعد أول أسبوع تقولك لا خلاص أنا تعبت فأنا هعمل حاجة تانية فرد أي حاجة لشان اجيب نتيجة لا اسبوري اللي انتي بتعمليه دلوقتي هيستمر معاك الاسنين قدام مش هتكبري مش هشعرك وبشرتك مش هيتبهدله فهنا الفكرة ان انا اقدر استخدم الشامبو بتاعي والحمام الكريم والبلسم عادي جدا بس ان انا يعني اللي هو الاستخدام اليومي بتاعي بس بطريقة بتحافظ على الشعر وترجعه زي الأول اوكي فخلينا نرجع نقول تاني الشامبو ورا البلسم ورا بعد كده حمام الكريم حمام الكريم معلش امنية تقول ان نستخدمه ازاي انا عايزة اه اتكلم عنه شوية هو بصي لو مسكتي هتلاقيه حتى هو مختلف تقيل شوية هو هيرماسكا كده هو مرمم للشعر فيه بروتين الحرير فهو بيعمل ايه احنا بنحطه بطريقتين احب بريح اتحكتك اول بجد هو بنحطه بطريقتين يعني بعد البلسم بنحطه حوالي 10 دقايق كده على الشعر هل لازم يقومنين احنا بنفضل نعمل كده في الشعر او كنت هقولك نعمل ايه اولا بننزل الميا الكتير يعني اعصر شعري من الميا والشعر كده كده بديبقى فيه ميا دي حاجة مهمة جدا بس اعصرت الميا الكتير وحط حمام الكريم وابتدي فعلا بالراحة جدا ادخله في مسامات الشعر دي مهم جدا وبعد كده اخسل شعري دي طريقة والطريقة التانية انا بطلع اصلا من الشاور واحط بقى حمام الكريم واحط معاه فيه نوعين احنا نتكلم عنهم بعد كده وهو علاج الشعر عن طريق بقى ان انا تبريد ولا استخدم الفوت السخن دي ده طريقة وده طريقة وده له شعر يعني ده نوع شعر بيحتاج تبريد ونوع شعر تاني بيحتاج حرارة طب تقول لنا بالضبط هنقولها تاني فبنحط بعد كده حمام الكريم ونسيبه شوية بنخسله المجموعة عشان فيها بروتين الحرير بيحصل ايه بعال الوقت بتدي الشعر يفرد ويبتدي الكسرات اللي في الشعر الخفيفة طبعا اللي هي حصلت نتيجة نقص البروتين والكولاجين اللي في الشعر تبتيت تفرد مع الوقت عشان كده فيه ناس تقول انا شعري كان مفروض بالضبط بس معرفش ايه قسر اللي بتدي تلعطي هو ليه قسر او تلاقي جزء في الشعر صح جزء في الشعر اه هو دي هتلاقيها فقدة بروتين وكولاجين في الشعر طب قوللنا ايه الموضوع اللي بالفوطة او على البارد ده طيب ان احنا فيه انواع شعر بتبقى محتاجة ان احنا لما حط حمام الكريم انا مش محتاجة ان انا حط معاه حرارة تمام هو موضوع طويل محتاج حلقة تانية طيب او ان انا استخدم معاه حرارة ده نوع شعر وده نوع شعر هنعملها بحلقة دي ان شو الله بالضبط السيرم بقى نيجي بقى السيرم الكولاجين وكانت نفس الفكرة برضو ان احنا عملناه في احمد امينية وامي جسري كمان المجموعة فيها الامي جسري والاحمد الامينية بتقلل كتير نسبة الشعر الابيض لان فيه ناس بيحصل لهم برضو بنقص الكولاجين بفكرة الشعر الابيض ده اكتر حاجة بتحصل بسبب نقص الكولاجين في الشعر بتدي يظهر في سنة صغير جدا تلاقي شعر ابيض كتير فهم موجود فيهم امي جسري الامي جسري اكتر حاجة مضادة للشعر الابيض طيب السيرم بقى هو عايزك يتجربيه برضو هو نعم جدا ما فيهوش طبعا ساليكون خالص ولا فيه اي مواد حفظة هو بيعمل تغليف للشعراية وبي نعم شعر وبيحافظ عليه من الحرارة وكمان فيه SPF بيحافظ من الشمس وحلو بقى بتحسي بنسبة ترتيب عالية جدا بس انا عايزة اقول حاجة للناس اللي شعراها جاف وهيش ومتكسر ومتأصف ما ترتبوش وانتو شعركو ناشف لازم نرطب ما نحطش السيرم والشعر ناشف اه اي حاجة هنحطها سواء سيرم او كريم انا شعري جاف ومتأصف احطه وانا شعري مندي لزي الهايلورانيك عسد يعني بالضبط نفس الفكرة والله بجد بتفني جدا ليه باقول لنا ليه طيب ايه بحصل ايه احنا لما بناخد الشعر بنازل نسبة المية اللي موجودة في شعر الزيادة اللي هو اصلا الشعر هيتردها وبعدين الشعر بينشف 70% كده ابتدي حط السيرم ليه السيرم بيحبس المية فيخلي نسبة ترتيب مختلفة تماما بتستفيدي بالسيرم كأنك اضعاف طبعا تحطي السيرم وهو ناشف غير لو حد شعره دهني عادي او شعره عادي فهيحطه كل يوم ما فيش مشكلة لكن انت دلوقتي هتقتصري مسافة كبيرة جدا وان انت تحسي بتشعرك مترطب وناعم كده وبيلمع وحلو قوي ممكن بقى بعد كده ترطبي كل يوم لكن مهم جدا الترتيب والشعر بندي على الاقل 70% في مايو وهل ممكن بعد كده لو حطيت السيرم اعمل سشوار عادي جدا ومايلزقش وكده لانه هو اصلا فيه مادة بتحمي من الحرارة وفي نفس الوقت مش بتلزق الشعر هو مش بيلزق خالط مجرد ما تحطيه شعره بتمتصه بسرعة جدا احنا التقنية بتاعت النانو دي بتخلي بالزبط عملت يعني فرق كبير جدا في تصنيع المنتجات والسيرم والشامبوهات ما بقتش تخلي الشعر يلزق او الشعر يبقى مكمكم كده ومكتوم من المواد لا انها بتمتصه شعرها ودي مهمة قوي لان فيه فعلا يا امنية منتجات سطحية بالزبط لا البشرة ولا الشعر يقدر يمتصها فبالتالي بس منشتري حاجات بنفتكر انها عملت حاجة انها عملت حاجة وهي ما عملتش حاجة طب امنية زي ما انت قلت لو حد فعلا الشعره متضمر جات بعد ثلاث تشهر يا امنية هيبدأ فعلا يحس بفرق بس يزبط او طبعا يحس بفرق الروتين ده بنعمله يعني على حسب ما بنقسل شعرين يا مرة يا مرتين في الاسبوع يعني ولا ليه وقت معين لازم نعمله فيه بمناسبة غسيل الشعر عشان في ناس كتير قوي بتتكلم برضو على غسيل الشعر اخسل شعري كل قدقي بقى الشعر الجافت تلاقيهم دايما بيطولوا جدا في غسيل الشعر انت مجرد ان انت شعرك تحسيه ناشف كده ومش عارفة تسرحيه ده في حد ذاته غلط يعني ان انا يبقى شعري ناشف ايوه عما سرح فيه وقطع فيه ده في حد ذاته غلط على اقل خسلي بالبلسة من قوي انت شعر الجاف جدا لكن احنا الطبيعي ان احنا بنستخدم مجموعة الشامبو في الشعر الجاف مرتين في الاسبوع مرتين في الاسبوع مننظف في طبقة القشرة وطبقات الكيراتين اللي موجودة في الشعر الكلام ده اللي كنا بنقوله لما كانت الشامبو فيها سلفات وفيها مواد كتير مضرة فانا كنت بحاول اقلل الضرر فبنقول الناس لا ما تستخدموه الشامبوهات كتير وما تخسروه شعركه كتير لكن احنا داتي بنستخدم حاجات مفيدة بالعكس كل ما تسيبها على الشعرية كل ما حتدخل فيتامين للشعر طب ليه ما استخدمهاش مرتين؟ كل يوم يا جميل أمنية مشكورك جدا بجد نورتيني شكرا هنروح للفاصل ويرجعلك تاني على طول